أنا مبسوط جداً من قرارات الفيفا في حتة التحكيم أو القوانية الجديدة في النقطة بس ليه؟ قالك دلوقتي أي كرة هتتلمس باليد في درد داخل منطقة الجزاء هتبقى بانالتي أكتر الحاجات العجبانية شمال؟ أكتر الحاجات العجبانية شمال؟ لأن بيحصل لي يعني دماغي بتتشتت في كور حكام يحسابي يقولك إيه؟ أصل الإيد راحت للكورة والكورة راحت للإيد وكورة سأزنت الإيد الأول أجيلك ولا لقيت قايت لها لأ يعني عرب التحليل فالسفة فالسفة هي فرخة ملهاش أي تلاتين لازمين فدي أحسن حاجة تعمل آه خلاص فالسفة كورة طلبة جات في إيد جات في إيدك خلاص انتهت يعني هتبقى دار بالجزاء فعلاً كان الموضوع ده تقعد يقول لك أصل لا الكورة ما راحتش أصل إيده وقف جنبه فما ينفعش تيه ده في واحدة في واحدة لكابتن محمد عادل أو اتنين لكابتن محمد عادل وواحدة اللي كابتن محمود البن آه يعني كل ما تتفرج عليهم تعمل كده آه يعني في واحدة في مات شطنطة تمام؟ يقول لك أصلها جاية من إيد زميله آه سوري من رجل زميله أو دماغ زميله يعني الراجل طالع عامل كده فاهم؟ إبراهيم الطاير خلاص عامل كده خدت بقى لك فزميله هو اللعبها فتيجي فيه يقول لك جاي من إيد زميله جاي من رجل زميله يقول لك ارتدت آه ارتدت ارتدت من الخسن آه مرة كنت باللعب الجيش واللعب برمز احنا نقول لها باللعب برمز عمر الميداني وكان السنة اللي فاتت حسن يوسف في الجيش في طلع الجيش موتش طلع الجيش هو طالع بيلعب الكرف مع نفسه فعمل كده وإيده عامل كده آه بص يعني بص الإيده عامل ازاي؟ آه تمام؟ فالإيده عامل كده يعني طلع بعيد يعني الجسم جداً فرحشيتها فجاء في إيده فجاء في إيده وإيده عامل كده يقول لك دي من رجله اللي جاء من رجله فكده خلاص انت بالنسبة لك الموضوع ده أكتر واحد أكتر حاجة فرحان فيها في الأمور التحكمية والتعادلات التحكمية الجديدة دي طيب من وجهة نظرك كابتن سيد الفترة